مع انهيار أسعار المحروقات واشتداد الأزمة الاقتصادية وتكاثر الشبهات السياسية حول أداء السلطة بدأت أرقام الفساد وتبديد المال العام تظهر تباعاً مشكلة فضائح زمن البحبوحة التي فجرتها وسائل إعلام وحتى مسؤولين في الجهاز التنفيذي لكن دون ما متابعة ولا تبعات بداية أكتوبر الماضي الوزير الأول عبد المالك سلال يطلب من وزرائه عادة النظر في 56 ألف مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وصناعي وتجاري أغلبها بلا جدوى اقتصادية بعدما كبدت 219 مؤسسة منها فقط خزينة الدولة 281 مليار دينار جزائري صرفت على ما أسمه توظيف البرستيج والمحابات حسب سلال وقبل أيام فقط وزير التجارة بخت بالعايب يؤكد في تصريح له بأن تضخيم فواتير عمليات الاستيراد كلف خزينة الدولة 18 مليار دولار موقع كل شيء عن الجزائر يقول إن مشروع تسوية ميزانية قانون المالية لسنة 2013 كشف عن صرف 4 ملايير دولار في عملية هدم فيلا وعادة بنائها في إقامة الدولة بنادي الصناوبر البحري هذه القضايا وغيرها ورغم خطورتها إلا أنها ظلت مبنية للمجهول وكأن الفاعل أشباح لا يمكن مساءلتهم ولا محاسبتهم عن المليارات من أموال الشعب التي بددت فلا دواوين مكافحة الفساد ولا جهاز العدالة تحرك مع أن الدستور المرتقب يعيد باستقلالية القضاء وليس باستقالته فهل تدرك العدالة أن قضايا الفساد تذر بمصلحة الوطن أكثر مما تذر به إضرابات عمال الطربية والصحة؟ ترجمة نانسي قنقر